وصل رئيس لجنة الأمم المتحدة لإعادة الانتشار في محافظة الحديدة باتريك كومرت إلى محافظة عدن الجنرال الهولندية باتريك كومرت وصل إلى عدن برفقة فريق صغير مكون من ثمانية أشخاص حيث التقى المسؤول الأممية محافظة الحديدة الحسن الطاهرة وكان في استقباله اللواء صغير بن عزيز رئيس اللجنة الحكومية اليمنية هناك جهد كثيف جدا تبلور عنه خروج بباكورة القرار 24-51 الذي اليوم نشهد أولى الترجمات الفعلية له وهو وصول باتريك كاميرات إلى عدن لقاءه بمحافظة الحديدة الطاهر حسن تمهيدا إلى انتقاله المباشر إلى مدينة الحديدة من أجل الإشراف على انسحاب جميع قوات ومليشيات الحوثي من داخل المدينة تنفيذا لاتفاقية ستوك هولم بالسويد تحرك جاء متتابعا بعد اجتماع لمجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الأمريكي البريطاني 24-51 والذي تم إقراره بإجماع الأعضاء في المجلس والذي أكد وجوب الحل السياسية وتأكيدا على المرجعيات الثلاث كأساس للحل وكذا تفويض الأمين العام للأمم المتحدة بتنفيذ اتفاق ستوك هولم الفريق الأممي اليوم وصل إلى محافظة عدن والتقى بمحافظة الحديدة وتناقش في بعض الأمور الخاصة بميناء الحديدة والخاصة بمحافظة الحديدة حتى يكون المسؤول عن الفريق حتى يكون فكرة عامة عن محافظة الحديدة ومن ثم انتقل إلى محافظة صنعاء وسيقادر محافظة الصنعاء إلى محافظة الحديدة وهناك سيبدأ العمل على تفعيل آلية الفرق المشاركة الفرق المشتركة التي ستساهم في مراقبة وقف إطلاق النار وأيضا ستقوم بمدى الأمم المتحدة بعدد من التغارير تحركات دولية مكثفة لنزع فتيل الأزمة اليمنية لاقت ترحيبا عربيا وعالميا خاصة وأنها تقطع الطريق على الميليشيات الحوثية فيما إذا فكرت بالالتفاف على اتفاق السويد مروى النبيل لقناة الإخبارية عدن